السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلان بكم تعزيزات كبيرة توصل إلى تونس من دول شقيقة وكذلك على مستوى داخلي بسبب الحريق المندلع في جبل بوغرنين في ولات بن عروس جبل برج سدرية تحديدا في القمة متع هذا الجبل إلى حد الآن الأسباب مش معروفة لاندلاع هذا الحريق ولكن محاولات كبيرة قادة صايرة لإخماد هذا الحريق لأنه قريب يوصل من المنازل المتاع المواطنين اللي ساكنين في المنطقة هذه كان قدر الله وبتبيعة الحماية المدنية أعلنت على خطة حتى لو كان توصل النيران إلى المنازل شنوها بش تعمل بالضبط نبدأ وبآخر أخبار الحريق العميد معز تريحة ناطق رسمي باسم الحماية المدنية يقول بأنه تم تركيز شحنات إطفئ ومعدات أخرى بشي قاموا بها الحرائق أقريبة من التجمعات والمناطق السكنية المجاورة للحريق واللي اقتربت منها النيران كما يقول لهو وأنه الحريق امتد للمناطق المتاخمة لحمم لنف من غير ما يسجل خاصة البشرية أو أضرار في المنازل إن شاء الله باللطف وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف الناس اللي تسكن غادي دونك ترد بالها على رواحها بالجدي واللي متعدين ما غادي يزيدها كيف كيف ويقول معز تريحة أنه تم التنسيق مع قوات الجيش الوطني إنه بش يتم اليوم لربعة بش يتم تكثيف رحالات المروحيات بش تطلع أكثر من البارح بالإضافة لمجهودات طبعا الحماية المدنية إدارة الغابات والأطراف المتدخلة لخرى كما وزارة التجهيز والبلدية محاولة الإطفاء ما زالت متواصلة معنا خوفا من أنه توصل النيران إلى الأحياء السكانية خاصة مناطق عين الزرقة حي محمد علي وبخصوص سماع دوي انفجارات وضح العميد معزة ريعة وقال بأنه على الأغلب أنها تكون مخلفة قذائف من الحرب العالمية الثانية حسب ما يأكدوا سماع دوي انفجارات وهو يتوقع يتوقع أنها تكون مخلفة معناها قنابل موجودة من الحرب العالمية الثانية هذيك عليش يقول أعوان الحماية المدنية والكلهم يتوخوا في أشد الحيطة والحذر كما الناس المتواجدة غادي وليتسكن غادي وليمتعدي مغادي لازمها ترد بالها بالكده تم توجيه تحذير للمواطنين ومستعملي الطريق لنجموا يتعديوا من غادي بما أنه ما زالت عملية الأطفاء والنيران ما زالت يعني ملتهبة طبعا الحماية المدنية تقوم بمجهودات كبيرة المروحية تمتع الجيش الوطني تقوم بمجهود كبير لإخماية الحريق هذا يندل على البرح في جبل بوغرنين من ولاية بناروس الشركة التونسية لطرقات السيارة لطوروت تحذر يعني في تصريحات أعلامية مستعملي الطريق على مستوى مرنق الحمامات تقولهم ردوا بيلكم على رواحكم نقصوا من السرعة باش تتجنبوا الحوادث النتجة عن الاستدام بالحيوانات الفارة من الحريق هو جبل فما كثافة كبيرة متأجر فبالتالي فيه حيوانات معناها من نار والكل ينجموا يغربوا باش ما تلتهمهمش النار ولذلك في الوطوروت نجم يطلع ليك أي حاجة يعني مش جبل يعبت نقصوا من سرعة لماكسيموم في البرتي هذيك خاصة في مرنق باش انتوما تردوا بيكم على رواحكم لخطر فما حيوانات نجم تغرب به الدونك قلت فما عوامة الأخرى سهمت فيه امدلع الحريق وانتشاره بصيفة كبيرة الرياح السخانة والتضاريس صعوبة التضاريس اللي مخالتش الأعوام ينجموا يوصلوا بالقدي باش يتمكنوا معناه مش انهم يطلعوا الاجانب نحب نعلق على حاجة بخصوص دوية الانفجارات هو قال يتوقع تكون للحرب العالمية ثانية وساعات راه وصارة تقبل في ولاية القسرين انه يعني المجموعات الإرهابية كيتبدا متمركزها في جبل معين كيف تجيبش تغادر تحرق البلاسة متاحة باش ما تخلي حتى أثر لأعوان أمن ولا أي حد ولا مواطنين ولا حد يفيقوا بيهم يحرقوه قنابل من بعد تفجرت أم أنه معناه حريقي نجم يكون نتج على سبب آخر على خاطر هو اندلع في سفح الجبل شكو مش يطلع لسفح الجبل ولا شنو بش يصير فبالتالي مهم يسر نتبعوا الأسباب متاع الحريق هذا بي العميد معزة ريعة يقول بأنه قاعدين يخدموا بشي حدو من الانتشار متاعه في ظل صعوبة الوصول لجيوب النار من نظرا إلى صعوبة التضاليس وعامل الرياح ويقول بأنه النيران ما زالت بعيدة على التجمعات السكنية ويقول أنه بش يتم إجلاء المتساكنين في صورة مشكلة النيران خطورة على المواطنين دونك حاضر الخطة إذا تقرب النار أكثر فإنه بش يتم إجلاء المواطنين اللي يسكنوا غادي سينو زدا نلقاه التصريحات أخرى رئيس بلدية حميم الشط يقول أنه الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره وتقوم الآليات الثقيلة لديوان الحماية المدنية مدعومة بآليات الإدارة الجوية للتجهيز والآليات اللي تم تسخيرها للمعافضة من بلدية حميم الشط حميم لنف بومهل مرناق عوين الغابات يواصلوا الأعمال متاحهم بش يحاصروا المسيحة متاع الحريق والحد من انتشاره بيسير مروحية الجيش الوطني انضمت للمجهودات المسخرة للإطفاء خطر فهمة يعني صعوبة بش الأعوين ينجم يوصف نظرا لصعوبة التضاريس انهم يلتجوا إلى الجيش الوطني حاجة أخرى تعاون تونسي جزائري والجزائر يعني تهب لمساعدة تونس في هذا الحريق الهائل والضخم الرئاسة الجزائرية رئاسة الجمهورية الجزائرية تعلن انه بعد ما طلب يعني بعد ما وصلها طلب من الجمهورية التونسية الشقيقة هذا حسب بيان اصدر في صفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية تقول بانه الجمهورية التونسية الشقيقة وصلنا منها طلب للجزائر فأمر رئيس الجزائر السيد عبد المجيد تبون بالإرسال الفوري لحوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية وعشرين شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير بشي جيو من الجزائر كما زاد جا في بيان رئيس الجمهورية الجزائرية أنه هالإمدادات هذه بش توصل لتونس خلال ساعات فقط وتنطلق في المجهودات لإخماية الحريقة عشرين شاحنة جزائرية زوز حوامات كبيرة تابعين للقوات الجوية حوامات يعني طائرات طائرات كبيرة تابعين للقوات الجوية بش يعاونوا تونس في إخماية هذا الحريقة وتونس طلبت حسب ما أتأكد رئيسة الجزائر هذا مش عيب جزائر أخواتنا وفرد بلاد أحنا وياهم ونذكروا أن الرئيس علاقاته طيبة مع تبون وزار مؤخرا تبون وتم إعادة فتح الحدود نهار 15 جويلية وهذا يثمن بقية المشوار في العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر ترجمة نانسي قنقر